في طرفة عين قالوا هذا اللفظ بالنفذ نفذ تماما وهو موجود يمكن أن نسمعه والذي سبق به النص النبوي النص النبوي سبق هذا الكلام بألف وأربع مئة سنة قالوا إن هذه الظاهرة أو هذه الومضة تحدث في طرفة عين نفس الكلام موجود على موقع وكالة ناسا الذين درسوا هذه الظاهرة ووجدوا فيها هذه الخاصية أنها خاطفة جدا ينظروا والروح يقرأ وحياه في كل عصر يبهروا وخاتم الكتب التي من عند ربك بشروا سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق نرحب أعزائي المشاهدين بأستاذنا الباحث الكبير الدكتور عبد الدائم كحيل في هذه الحلقة التي تدور حول قضايا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وموضوعنا اليوم سيدور حول قضية هامة دعونا بداية نرحب بالدكتور عبد الدائم كحيل السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شرفنا بكم في هذه الحلقة برحبا برك الله فيك يقول بعض المشككون دكتور إن السنة النبوية كانت فقط كما يقول بعض المستشرقين تاريخية أو أنها مقتصرة على علوم عصرها ولم يبلغ بها الأمر أنها تتحدث عن علوم ستأتي بعد عشرات أو مئات السنين فبماذا نرد على هؤلاء كما تعودنا في بداية كل حلقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أليه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا هذا النبي الكريم أرسله الله رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام أنا وجدت الحقيقة الظاهرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد في أي كلام من كلام البشر على الإطلاق الله أكبر فقط في كلام النبي عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم أن النبي كلماته محملة بحقائق علمية سوف تكتشف بعد أربعة عشر قرنة الله أكبر هذا الكلام النبوي يحمل هذه الحقائق مثال على ذلك تفضل النبي حدث الناس عن يوم القيامة نعم وهو يعلم والله أطلعه على علم الغيب أنه سيأتي يوم ويأتي من يشكك بمثل هذه الأحاديث التي هي من علم الغيب صلى الله عليه وسلم لذلك ما هو الحل أو ماذا يعني الله تعالى كيف أكرم هذا النبي أنه أودع ضمن هذا الكلام حقائق علمية ضمن الكلام عن القيامة بالضبط تجد حقائق علمية داخل الحديث داخل الحديث نعم الله أكبر شوقتنا دكتور رميس لهذا الكلام يعني مثال على ذلك نعم تفضل عندما أشار من نبي عليه الصلاة والسلام نعم صلاة والسلام إلى اقتراب يوم القيامة نعم قال لا تقوم الساعة حتى عليه الصلاة والسلام هنا تأتيك الحقيقة العلمية عظيم حتى تعود أرض العربي مروجا وأنهارا الله أكبر قبل سنة فقط موقع بي بي سي نشر بحثا عنوانه الجزيرة العربية كانت جنة خضراء يا الله وبسبب تغيرات الطقس قالوا سوف تعود أيضا بعد دورة المناخ التي تحدث كل تقريبا عشرة ألاف سنة منذ عشرة ألاف سنة يا الله كانت تشبه أوروبا هذه جزيرة العربة التي نحن فيها الآن نحن فيها نعم كل الجزيرة العربية سبحان الله فأرسلوا مسبارا أو يعني مركبة فضائية لتصوير هذه الطبقات من الرمال وكشفوا عن أنهار مدفونة أحد الأنهار يمتد لألفين كيلومتر طوله في الوضع الحالي نعم مدفون تحت الرمال مدفون سبحان الله نهر مدفون مجرى نهر وجدوا بحيرات وجدوا آثار لفيلة لزرافات سبحان الله كائنات فقالوا إن الحياة هنا كانت غنية بالجنات الخضراء وكل أنواع الحياة والأنهار تجري نعم وهذه أصبحت حقيقة يقينية لأنه لدينا اليوم أدلة صحيح من علم المستحاثات أو الأحافير موجودة بالضبط تدرس وتصوير نعم وبالتالي أنا أصبح لدي يقين أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ولا كيف علم بأن أرض العرب كانت مروجاً وأنهاراً وأنها ستعود صلى الله عليه وسلم نعيد تاني الحديث دكتور أستمع إليه أو المشاهدين الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة أيوة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً سبحان الله هذا يفسر دكتور أننا بنسمع الآن كمان بلاد عربية موجودة في أرض الجزيرة العربية بدأت تنزل فيها سلوج أنا رأيت على المواقع اليوتيوب على المواقع التواصل سلوج بتغطي ما كنا نراها إلا في أوروبا سلوج تغطي هل هذا إرهاصات إشارات وإشارات البرد صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من عشر سنوات ينزل البرد في الجزيرة العربية البرد بغزارة هذه حبات البرد محمد الله إذن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه بشك بعلوم ستأتي وربما هناك أشياء لم نكتشفه حتى الآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثال آخر تفضل تفضل نحن الآن لدينا ما يسمونه زواج المثليين هو شذوذ جنسي نعم ولكن يسمونه هكذا في الدول الغربي لكي يعطوه صفة قانونية نعم في باريس نسبة زواج المثليين تلتعش بالمية سلم يا رب تلتعش بالمئة نعم نعم حسب موقع فرانس 24 نعم في الولايات المتحدة في بعض المناطق تصل النسبة إلى عشرة بالمئة من الشعب كله حيث يكتفي الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة سلم يا رب الله معفنا هذه الظاهرة قبل مئة سنة لم تكن معروفة حتى في أوروبا كانت نسبتها بحدود أقل من واحد بالمئة سبحان الله وما علاقة هذا بموضوع حلقاتنا أو السنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ عن هذه الظاهرة قبل أربعة عشر قرن عجيب قال من علامات الساعة وأشراطها أيوة يعني اقتراب الساعة اقتراب الساعة أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء الله أكبر تعبير دقيق دقيق جدا صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله هذا يجعلك تتساءل من أين جاء النبي بهذه العلوم التي قبل مئة سنة لم يكن أحد يستطيع أن يتنبأ بها قبل مئة سنة فقط ده علوم اجتماعية كمان نعم وتحذير لنا تحذير للأمة لا تقع في هذا الأمر سبحان الله هذه الأمر تكون بسببها سخط الله تبارك وتعالى على أهل الأرض نسأل الله أن يعافلنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحدثنا عن المرور على الصراط يوم القيامة نعم فاستخدم حقيقة علمية بحرفيتها اليوم وكالت ناسا يقولونها بنفس الحرفية الله أكبر ولكن قبل أن أعرض الحديث سأعطيك الحقيقة العلمية حبث لو نرى ظاهرة البرق تفضل يقولت له مفاجأة قبل الحلقة بقمين نعم هذه مفاجأة ستراها من نفسها نعم إن شاء الله دقة مذهلة في كلامي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم معروف أن ظاهرة البرق لم تكتشف إلا قبل مئتين سنة أو مئتين وخمسين سنة حيث أثبت أنها عبارة عن شرارة كهربائية أو عبارة عن شحنات كهربائية سالبة تنزل من الغيمة تلتقي مع الشحنات الموجبة الموجودة على الأرض هنا سطح الأرض جميل حيث يتصادم ويتولد شعاع البرق الراجع 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 نحن نرى ومضة برق ولكن في الحقيقة هي عبارة عن مرور ورجوع هذا طبعا بالتصوير البطيء من خلال كاميرا تستطيع أن تلتقط أكثر من ألف صورة في الثانية عالية الدقة الله أكبر انظر كيف يصعد البرق إلى الأعلى هذا بالتصوير البطيء سبحان الله العلي القدير احنا كنا نعتقد أن البرق ينزل وتنتهي مسألة نحن لا نرى النزول نرى الرجوع فقط نرى الرجوع نحن نرى رجوعه ولكن نظنه ينزل لأن سرعة نزوله أعلى بكثير من سرعة رجوعي صلى الله عليه وعلى محمد حتى أنهم يقولون هو ينزل بشكل خطوات ويمر مرورا ولكنه يرجع بشكل مفاجئ دقة حتى في هذه اللفظة المبوية في التفضاء يعني هو يقولون لك يسمونها ستيبس يعني خطوات ينزل انظر خطوات عبارة عن كل خطوة تقاس بالنيكرو الثانية أي بالواحد بالمليون من الثانية واحد بالمليون من الثانية يا الله قياسات يا الله ولكن عندما تلتقي هتان الشحنتان ويحدث هذا البرق الراجع يرجع خلال تقريبا خمسة وعشرين بالألف من الثانية الله أكبر لا ترم العربي يستحيل يعني زمن ومضة البرق سبحان الله يعتبر قياس دقيق جدا بالملي الثانية الملي الثانية هي جزء من الألف من الثانية الله أكبر كما نقول ملي متر جزء من الألف من المتر فالملي الثانية من الألف وبالتالي فإن زمن ومضة البرق يكون بحدود مثلا خمسة وعشرين ثلاثين خمسة وثلاثين يعني ضمن مجال حسب بعد الغيمة حسب ظروف الجوية حسب درجة الحرارة الرطوبة كلها تؤثر ولكن هي تقاس بعشرات الملي الثانية هذه الوضع دكتور يعني يعني دعني أوجه كلمة بعد هذا فبهض الاقشار الجسدي من هذا الكلام أقول لمن يسمعني أبعد هذا الإعجاز النبوي تبتعد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم تكذبوا تقول أنني لا أؤمن إلا بالقرآن يعني شيء عجيب الأرقام التي يتحدث بها باحثنا ودكتورنا الغالي في الحلقة أرقام تدل على أن هذا العطاء وهذا الكلام الضقيق الذي خرج من فهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي إله يملك الكون وما فيه برقه وسمائه وأرضه ويرسل على لسان نبيه حقائق يثبتها العلم لا نملك إلا أن نقول فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله أنزله بعلمه وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا صدق الله العظيم استكمل مع حضرتك دكتور الحديث عن البرق والإعجاز النبوي في هذه الألفاظ التي تكلم عن قضية البرق ورجوعه إلى الأرض نعم الحقيقة ظاهرة البرق ظاهرة معقدة نسجت حولها الأساطير يعني مثلا في زمن النبي أنت قلت يدعون أن النبي لم يأتي بجديد وجاء بثقافة عصره ذلك العصر أفضل علماء الغرب في ذلك العصر علماء اليونان كانوا متطورين في الأمور العلمية والكونية كانوا يعتقدون أن أفضل تفسير علمي لظاهرة البرق هي أن هناك إله يدعى الإله زيوس سبحان الله يجلس فوق الغيوم ومعه عصى يصعق بها من لا يطيع أوامره هذا أقصى علم هذا أقصى تفسير كان موجودا في القرن السابع الميلادي عندما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لو تأثر النبي بهذا الكلام ماذا سيقول؟ سيكرر نفس الكلام صحيح ولكن سوف نجد أن النبي في حديث واحد سوف يشير إلى سرعة الضوء إشارة إلى سرعة الضوء سرعة الضوء نعم التي لم تكتشف إلا أيضا في العصر الحديث جدا نشاء الله ويشير إلى حركة البرق ويشير إلى الآلية الميكانيكية لحدوث البرق ويشير إلى الزمن ومضة البرق خمس موجزات في حديث لا يتجاوز سطرين أو سطر ونصف دعني أرى أولا البرق لنشرح مزيدا ثم أعطيك الحديث في نهاية والله يا دكتور نستمتع بهذا الكلام الجميل فظاهرة البرق التي صورت حديثا فقط بعد عام 2000 تم تصويرها قبل عام 2000 كانت هناك نظريات سبحان الله يعني انظر هذه الظاهرة تحدث خلال أقل من طرفة عين نعم 25 ملي ثانية ولكن بالتصوير البطيء تظهر أن الومضة البرق بالفعل هي تنزل نزولا إلى الأرض ثم ترجع رجوعا سبحان الله هناك مرور ثم رجوع نعم يعني ألفاظ دقيقة جدا علميا سبحان الله الآن دعني أخذك إلى كلام حبيبك عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يتحدث عن موقف من مواقف يوم القيامة نعم كل ناس يمر به وهو المرور على الصراط صحيح لا ينجو أحد من هذا الصراط صحيح وفي نهايته إما إلى الجنة أو إلى النار صلى الله عليه وسلم نعم طيب النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لهم ستمرون على الصراط فقط ثم سكت هل كان سيصدقه أحد ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام عن حديث المرور على الصراط الذي رواه الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام فيمر أولكم كالبرق هنا تأتي ثقافة ذلك العصر على لسان سيدنا أبو هريرة وهو راوي الحديث جميل قال بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق يسأل أن السرع لا يتخيل أن البرق له السرعة وله نظام لا يتخيل ذلك لأن الناس يعتقدون أنه الأمور عشوائية أو لمح البصر نعم قال عليه الصلاة والسلام أنظر ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين صلى الله عليه وسلم أنا ما أثار انتباهي أن موقع ناشنال جيوغرافيك أنتج فيلما رائعا جدا عن البرق وقال فيه بالحرف الواحد أن هذا الومضة البرق تحدث من خلال مرور البرق إلى الشحنات الكهربائية إلى الأرض ثم حدوث شرارة تسخن الهواء إلى أكثر من ثلاثين ألف درجة مئوية سبحان الله شعاع البرق درجة حرارته بحدود ثلاثين ألف درجة خمسة أضعاف حرارة سطح الشمس سبحان الله الشمس ستة ألاف فقط ستة ألاف وثلاثين ألف درجة يا الله لا يستطيع أي جهاز أو مادة في الطبيعة أن تصمد أمام هذه الحرارة الهائلة جميل يولد لك بحدود مئتين ألف أمبير تيار كهربائي مئتي ألف أمبير الله أكبر يعني نحن البشر خمسة أمبير تكفي لصعق إنسان فكيسب مئتين ألف سبحان الله رهيب فيقولون إن كل هذه الظواهر أيوة هي ومضة برق تحدث in a blink of an eye في طرفة عين قالوا هذا اللفظ بالنصف لفظ تماما وهو موجود يمكن أن نسمعه والذي سبق به النص النبوي نص النبوي سبق هذا الكلام بألف وأربعمائة سنة قالوا إن هذه الظاهرة أو هذه الونضة تحدث في طرفة عين نفس الكلام موجود على موقع وكالة ناسا الذين درسوا هذه الظاهرة الله الله ووجدوا فيها هذه الخاصية أنها خاطفة جدا الله لذلك الحديث أولا أشار إلى سرعة الضوء صحيح البرق يمر ويرجع هذه مراحل كانت حتى سنوات قليلة مجهولة لم ترى غير معلومة نعم ثالثا أن هذا البرق يحدث خلال زمن محدد زمن طرفة عين الإنسان اليوم افتح على الإنترنت تقاس بعشرات الملي الثانية نفس المقياس سبحان الله وكما أن طرفة العين زمنها يختلف من عمر لآخر ومن شخص لآخر ومن مريض لآخر ولكنها تبقى في عشرات الملي الثاني ومضة البرق يختلف زمنها من غيمة لأخرى ومن منطقة لأخرى وتبقى ضمن عشرات الملي الثاني الله أكبر نفس المقياس يعني شيء والله الإنسان يعني أمنا بالله لا يمكن لإنسان عاقل أن يجحد هذه الحقيقة وبالتالي سيؤمن أن هذا المرور على الصراط لابد أن يحدث فتح الله عليك دكتور بارك الله ونشكر لك هذا العطاء العلمي الزاخر وختمة كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعوني بعد هذا الكلام إلا أن أأخذ منك ومن حديثك رسالة إلى من يسمعنا إن هذا القرآن وهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ما أتانا به وما تحدث عنه من حقائق علمية ثابتة نقول ليس عيبا أن الغرب اكتشفوها ثم نحن وجدناها في كتابنا وسنة نبينا من 1400 سنة لأن بعض المتشككين يقول أنتم لم تكتشفوها نعم الإعجاز في أن غيرنا اكتشفها ولكنها موجودة قبل أن يكتشفها هو في كتابنا وسنة نبينا لنفخر أنه سيد الخلق وحبيب الحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وكما قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة صدق الله العظيم الوحي هل معطر بلخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره جبرين يقرأ كرارا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا